الأسبوع اللي فات شهد حدثين مهمين كان بيحضرهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاتنين كان افتتاح وتدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من كل النواحي ويوم الاربع شهد سيادة الرئيس افتتاح عدد من المشروعات السكنية ومشروعات الطرق وتطويرها وطرق جديدة ما بين يوم الاتنين ويوم الاربع لو حبينا نحط عنوان للفترة اللي بتمر بيها مصر حاليا هنقول بمنتهى البساطة والوضوح عالم يتصارع ووطن يسارع الزمن ده كلامنا النهاردة وطبعا بالمعذول بساء الخير على حضراتكم او صباح الخير ايا كان الوقت اللي بتشوفونا فيه في الحقيقة من بداية انطلاق برنامج بالمعذول من ثلاث سنين واحنا كان شعرنا الاساسي ان احنا عايزين كل حاجة في بلدنا نشوفها بالمعذول وعلى اكمل وجه وتكلمنا في كل الموضوعات اللي بتخص المصريين من كل الجوانب وروحنا وجينا عليها كتير جدا زي الاسكان الصحة التعليم السلوكيات العمل ثقافة العمل عموما اللي احنا بنعاني منها سلوكياتنا في المرور في الشارع لو حضراتكم ركزتوا وتابعتوا الكلام اللي قالوا سيادة الرئيس في يوم الاتنين في مشروع تدشين مشروع تنمية الاسرة المصرية وكلامه عن الصحة الانجابية والعدد الأولي للأسرة وتنظيم الأسرة وتأثير ده على تنمية المجتمع والعدد وثقافة العمل والتعليم اللي مرتبطة بجزء كبير من الكلام ده من البداية وازاي ان الدولة عشان تبقى عندها القدرة المالية انها تقدر تنمي المجتمع وتحطه في الوضع اللي المصريين كلهم عايزينه يبقى فيه لازم فيه حاجة كتير قوي تتضبط الرئيس اتكلم تقريبا 30 دقيقة بمنتهى المصرحة والمكشفة اللي احنا متعودينها منه دايما وربط كل الموضوعات ببعضها وربط كل المؤسسات ببعضيها على مستوى المجتمع وطبعا على مستوى المؤسسات الدينية وعلى مستوى الاسرة وتفكير رب الاسرة والاسرة الجديدة وجر رئيس يوم اللي اربع بعدها بيومين كان افتتاح عدد من المشروعات السكنية سواء في 6 اكتوبر او في بعض المحافظات وبعض الطرق وتكلم في نفس السياق بس فيما يخص الجزء التاني احنا مشكلتنا الاساسية يا جماعة في مصر جنب كل اللي احنا بنعاني منه هي مشكلة سلوكيات سلوكيات في كل حاجة في حياتنا محدش يقدر يقول ان الحياة في مصر دلوقتي في 20-22 بقت وردية يبقى كداب او بيبالغ يعني لو خدنا تعبير قلطف شوي ومحدش برضو يقدر يقول ان الحياة ما بتتغيرش وبسرعة وبوتيرة سريعة جدا رغم كل التحديات واللي ينكر ده برضو يبقى بيبالغ وما للمشكلة فين؟ المشكلة في التوازن ما بين ده وما بين ده عندنا مشكلات عندنا تحديات عندنا موروصات خاطئة في تكوين الاسرة في عدد الاسرة في ثقافة العمل عموما في ثقافة التعليم وتعاملنا مع التعليم في الثقافة الصحية فيه وفيه 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 وده اللي تكلم فيه الرئيس واستطرد وراح فيه وتكلم ولما جاب وقال عايزين اشغال معينة محتاجة خديج بمصفات معينة وعملنا مسابقة اتقدم لها حوالي 300 الف للأسف اللي نجح منه 111 المتطلبين لهذه النوعية من الوظائف على مستوى العالم مش على مستوى مصر فالرئيس بيقول ده نموذج الده نموذج واضح جدا دي من ضمن الحاجات اللي لما نيجي نرجع لها ونرجع لأسبابها هنلاقي تكوين الاسرة ليه سبب هنلاقي اسلوبنا وطريقتنا مع ولادنا في التعليم ليها سبب ومسؤولية مجتمعية مشتركة ما بين الدولة وما بين المواطنين هنلاقي التعامل عموما وسلوكياتنا في حياتنا وطريقة تفكيرنا ليها سبب مورسات ترقمت عبر الزمن والدولة المصرية اصبحت بتواجهها احنا النهاردة الدنيا في العالم احنا شايفينها ماشي ازاي والصراعات والحروب والدنيا اللي برا وشايفين بلدنا رغم كده ماشي ازاي خلوا بالكم وهنقولها مرة واثنين وتلاتة وهنأكد عليه لو لما فعلته الدولة المصرية من 2014 لحد 2022 في الثمانسين اللي فاتوا من اجراءات اصلاحات اقتصادية وتطوير والجمهورية الجديدة وان المصريين فعلا نشوفوا بلدهم في مكانة تستحقها وخدنا اجراءات كتير ولازلنا حتى الان بندفع وهندفع تمانها كنا احنا رحنا في خبر كان اه بنتأثر بالمجتمع اللي برا اه الدنيا برا هتأثر علينا في اسعار في اقتصاد في حاجات كتير جدا لان احنا جزء من العالم احنا مش منعزلين على العالم بس كل ما كانت دولتنا بتعالج لازم يبقى قدامنا كويس جدا كل ما كانت دولتنا بتعالج مشكلات لسنين فاتت من خمسين وستين وسبعين سنة وبتطور الدولة وفي نفس وقت بتيجي عليها تحديات خارجية من برا يبقى لازم انا كمواطن كأب وام كرب اسرة كشاب كطفل كمسؤول كوعز في الكنيسة كوعز في الجامع كمسؤول في اي مكان كلنا محتاجين نغير دماغنا الدولة لما بتعمل سياسات جديدة لازم الناس تتفاعل معاها ولازم زي ما قال الرئيس الدور الإعلامي والتوضيحي والشرح ده يبان التحدي مش فلوس ولا اقتصاد بس التحدي سلوكيات انت ممكن تصرف مليارات وسلوكيات الناس تضمر اللي انت بتعمله وتصحف تعليم في سكن في اقتصاد فيه 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 محتاجين متغيرات كتير جدا في سلوكياتنا وفي طريق تفكيرنا ونرجع حسابتنا عشان نشوف فعلا بلدنا ويبقى المستقبل جاي لولدنا رغم كل التحديات خارجيا وداخليا مستقبل يليق بمصر والمصريين وتوصل مصر لبر الأمان ده كان كلامنا النهاردة وطبعا بالمعدول اشوفكم الحلقة الجاي سلام اشتركوا في القناة